الله يقضي عندما لا يأتوا بثمر وأعتقد أن هذا حتى في واضح في إنجلي وحنة صحة 15 إن كان أحد لا يأتي بثمر يقف فيطرحونه خارجاً كالغصن يقف وبعدين يجمعونه ويطرحونه في النار فيحترق فهناك قضاء على عدم الإثمار لكن بالنسبة للناس في الخارج هناك أسباب أخرى وفي عدد ثمانية من إشعية خمسة ويل للذين يصلون بيتاً ببيت هتكلم شوية عن الأمر ده تحت عنوان جنون الامتلاك والقضاء الاقتصادي جنون الامتلاك والقضاء الاقتصادي في عدد حداشر في نوع آخر من الشر أو الأسباب التي تجعل الله يقضي على شعب ويل للمبكرين صباحاً يتبعون المسكر للمتأخرين في العتم تلهبهم الخمر وصار العود والرباب والدف والناي والخمر ولائمهم وإلى فعل الرب لا ينظرون وعمل يديه لا يرون لذلك سبي شعبي لعدم المعرفة أقدر أتكلم عن سبب آخر يؤدي إلى قضاء الله أضعوا تحت عنوان النشاط المجنون للذة والكسل المخزي في المعرفة الناس تنشط بجنون من أجل اللذة والمتعة وللأسف الشديد يتكاسلون كسلاً مخزياً من جهة البحث عن المعرفة لذلك سبي شعبي لعدم المعرفة الويل الثالث أراه في عدد 18 ويل للجاذبين الإثم بحبال البطل والخطيئة كأنه بربط العجل وبعدين يوصف في الناس دول بيعملوا إيه اللي بيجروا الخطيئة لحجرهم وبيجيبوا البلاء على رأسهم الناس المدعية الدعاء باطل أنهم فهمين وعرفين وهم مش عارفين حاجة بيتدعوا الدعاء فارغ عن طريق العلم والمعرفة لكن الحقيقة لا عندهم علم ولا معرفة لكن علمهم ومعرفتهم الكاذبة جعلتهم يظنون أن الله لا يسمع ولا يرى القائلين شوف لغة السخرية ليسرعها ليعجل عمله عدد 19 القائلين ليسرع ليعجل عمله لكي نرى وليقرب ويأتي مقصد قدوس إسرائيل لنعلم يعمل حاجة يورينا شطرته إذا كانوا بلغتنا كانوا بيقولوا ربنا فين ربنا؟ ويورينا شطرته لو هو فعلا بيقدر يعمل حاجة النوع ده برضو بيخلي القضاء يأتي في عدد 20 يأتي الويل الرابع ويل للقائلين للشر خيرا وللخير شرا ويل للقائلين للشر خيرا وللخير شرا الجاعلين الظلام نورا والنور ظلام سبب من أبشع أسباب القضاء الكذب الديني عندما يؤلفون الأكاذيب ويجعلونها دينا ويخدعون الناس فيجعلون النور ظلاما والظلام نور عندما يجعلون الشر خيرا والخير شرا الأكاذيب الدينية لابد أن الله يقضي عليها الجاعلين المر حلوا والحلو مرا لابد حاش لساكن السماء أن يصمت لابد أن يتدخل صحيح يتمهل كثيرا في القضاء يتأنى كثيرا لأنه لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة لكن في الآخر الله مضطر أن يفعل فعله الغريب ومضطر أن يقضي فلابد أن يتدخل ويقضي ترجمة نانسي قنقر